السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو نجاوب على السؤال هل كتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم لو نظرنا للقرآن الكريم مش نجد أي آية لها علاقة بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحزانه ولا أفراحه يعني مثلا توفت زوجته وعمه في نفس السنة ما سمعناش أي حاجة في القرآن عنهم وتوفى ابنه إبراهيم في طفولته برضك ما سمعناش أي حاجة في القرآن عنه يعني ما كانش فيه أي حاجة في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام ذكرت في القرآن بل على العكس شفنا انتقادات وتصحيح لأعماله صلى الله عليه وسلم فمثلا لما جيه اليهود وسألوه عن ثلاث أشياء عن الروح وأهل الكهف وملك قوي فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا هجب لكم الإجابة غدا ولكن جيه اليوم التالي ومجدش الإجابة وكان بيعتقد أن الوحي هجيره في اليوم التالي ولكن الوحي مجاش والوحي جيه بعد خمستاشر يوم لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو اللي بيجيب القرآن من عنده كان ممكن يجاوبهم في تاني يوم لكن الوحي جيه بعد خمستاشر يوم وعتب القرآن الكريم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كتب القرآن كان هيجاوب على الأسئلة مباشرة في اليوم التالي زي ما قال أو زي ما وعد اليهود ولكن ده يثبت أن القرآن الكريم من وحي الله سبحانه وتعالى ولا يمكن أن يكون كتبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا القرآن الكريم يذكر أن أفضل امرأة في العالم وفي جميع الأمم هي مريم عليها السلام وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاكي وتهركي واصطفاكي على نساء العالمين لو ما كانش القرآن من عند ربنا سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي كتبه كان ممكن يقول أن أمه أو بنته هم أفضل نساء العالمين ولكن الرسول السلام ذكر أن مريم هي أفضل نساء العالمين ويأمر القرآن النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه إنه لا يعرف ماذا سيحدث لهم في المستقبل قل ما كنت بدعا من الرسلي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته